عايزة روح برضو لحكام القمة برضو نعرف حكام القمة دايما يعني شوفنا مورات القمة السابقة كانت بحكام مصريين لكن دلوقتي الاتحاد المصري يعني خلى الحكام أو الحكام اللي يكونوا موجودين بكرة يعني حكام من أسبانيا حكم القمة السيرة التحكمية برضو أو السيرة الزاتية للحكم هو حكم عنده 39 عام حصل على الشارع الدولية في 2019 أدار الحكم الأسباني 252 مباراة من مختلف المسابقات في كل مسابقات 52 مباراة في مسيرته وخلي بالكوا معايا من الأرقام دي ولازم نوقف قدام الأرقام دي ولعبت النادي الأهل بكرة تخلي بالها من الحكم إن الأرقام دايما ما بتجدبش لما النهاردة يكون أدار 252 مباراة وأشهر 1190 بطاقة صفراء في الـ 250 مباراة عدد كبير جدا بيطلع يوزع إنذارات وزع بطاقات النهاردة كمان 43 بطاقة حمرة بالصفرة التانية يعني بدي صفرة بطاقة صفرة بطاقة صفرة في التانية بتبقى حمرة دي 43 مرة أشهر 47 بطاقة حمرة طرد مباشر أعداد كبيرة وأرقام كبيرة فعلشان كده لازم نتخلي بكرة بلنا من حكم المباراة ما بلاش اعتراضات بلاش نعمل فولات ما لهاش أي لازمة آه نعم الفول ممكن المهم أو اللي يكون في صالح فرقتي علشان نخلي بك بلنا بكرة من الحكم الأسباني برضو من ضمن الأرقام يهوى الحكم الأسباني ركلات الجزاء لما نشوف أرقامه حسب 72 ركل الجزاء برضو النهاردة بكرة يكون الطاقم الموجود معاه المساعدين وحكام الفار هيكونوا برضو من أسبانيا فنخلي بلنا من النقطة دي طبعا أبرز المباراة اللي أدارها كانت مباراة في السوبر الأسباني اللي كانت مقامة في السعودية بين برشونة وريال مدريد وكان أدار هذا الحكم خسي مونيرة ده اسم الحكم بكرة اللي هيدير لقاء القمة الحكم الأسباني خسي مونيرة السنة دي بقى برضو عايز أقفوا ده من الرقم ده مع الحكم الأسباني أدار السنة دي في اللي جاء الأسباني 20 مباراة 20 مباراة أشهر 82 بطاقة صفراء في 20 مباراة خلي بالكوا دي أرقام تخض من حكم بكرة لما يكون 20 مباراة في الدولة الأسباني أشهر 82 بطاقة صفراء واربعة حمراء وتامن ركلات جزاء علشان كده رسالتي للعيب النادي الأهلي بكرة نخلي بلنا من الحكام وما ندلوش أي فرصة بكرة لازم إزاي إن أنا أخد الحكم في صفي إزاي ما اعتردش يكون اعتراضات يعني لائقة بالحاجات اللي بتحصل في المباراة ملعب المباراة بقى ملعب مباراة بكرة المباراة هتقام على ملعب الأهلي والسلام ودي أول مرة هتقام فيها المباراة على ملعب الأهلي والسلام وده طبعا الملعب الرسمي للنادي الأهلي زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم دي أول مباراة يصطدف ملعب الأهلي والسلام وده من الملعب الممتازة الإضافة في البنية التحتية في مصر وده ملعب النادي الأهلي ملعب الأهلي والسلام بيسع لـ 30 ألف متفرج بيصطدف القمة لأول مرة منذ إنشاهه في عام 2009 لكن بكرة ماتش بكرة زي ما قلت لحضراتكم هيحضروا خمس تلاف متفرج ترجمة نانسي قنقر